نتحدث أكثر إذن عن إهدار المال العام وتهم الفساد التي تلاحق مسؤولين كباراً وغير كبار في الوثاق فمنذ أشهر بدأ مكتب النائب العام في العاصمة ترابلس بتفكيك ما يسمى بأخطبوط الفساد في قطاع الصحة الليبي هذا القطاع الذي أصبح في الواقع من أكثر القطاعات استنزافاً للمال العام والذي ينتهي به المطاف في جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوثاق مؤقراً زادت تلك السرقات حتى أصبح لا يمكن السكوت عنها بعد تبخر ميزانيات ضخمة كانت موجهة لتحسين الوضع الصحي ومواجهة أزمة كورونا فحكومة الوفاق خصصت العام الماضي نحو 800 مليون دولار لوزارة الصحة ثم أضيف 250 مليون دولار ذلك لمواجهة أزمة كورونا وكل ذلك كما يقول الليبيون لا يصل إلى المستشفيات التي أصلاً تعاني نقصاً في الأدوية والمستلزمات وضعفاً للبنية التحتية قائمة طويلة من المتورطين في إهدار الصحة الليبية تشمل شخصيات في مناصب عليا في الدولة على رأسهم وكيل وزارة الصحة محمد هيثم ومسؤولون من جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق إضافة أيضاً إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في صندوق التأمين الصحي العام بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة حتى إن لجنة المشتريات الخاصة في مجابهة أو لمواجهة فيروس كورونا وقفت لوجود تجاوزات مالية كما وضع مدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن في وزارة الصحة أودعا في السجن بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام